على أكثر من جبهة تستمر الحرب في السودان بين طرفيها الجيش وقوات الدعم السريع الذين يزعمان بأن القتال لمصطحة الشعب السوداني الذي يصفه مراقبون بالخاسر الأكبر من هذه الجلبة فهو كالمخير بين أمرين أحلاهما مر الجمعة تجددت المعارك في العاصمة الخرطوم إذ كانت منطقة الحلفاية شمال الخرطوم بحري مسرحاً لاجتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء العاصمة مع سماع أصوات أسلحة ثقيلة وتحليق للطياران الحربي التابع للجيش وفق مصادر محلية وأعلنت قوات الدعم السريع تصديها لهجوم من الجيش السوداني على مناطق سيطرتها شمال المدينة وفي ولاية الجزيرة وسط البلاد أعلنت ما تعرف بلجان مقاومة الحصى حيصة في بيان أن كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 30 ألف إنسان في ظل حصار تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الهلالية بشرق الولاية منذ ثلاثاء البيان أكد سقوط أكثر من مئة قتيل بينهم 15 نتيجة إطلاق النار من قبل الدعم السريع فيما قتل 85 شخصاً بسبب التسمم الغذائي الذي أصاب غالبية السكان جراء نفاذ الغذاء والدواء وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قدان مطلع 22 نوفمبر الجاري الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة داعياً إلى وقف إطلاق النار لحماية المدنيين واندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وبين قوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان داقلو المعروف بحمدتي وفق وكالة فرانس بريس وخلفت الحرب عشرات آلاف القتلى وشردت أكثر من 11 مليون شخص بينهم حوالي ثلاثة ملايين نزحوا خارج البلاد حسب المنظمة الدولية للهجرة كما تسببت وفقاً للأمم المتحدة بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث